مع اقتراب انتهاء العمر الافتراضي للحكومة العراقية الحالية وقرب موعد الانتخابات التشريعية والتي ستفرز برلمانا وحكومة تسعى كتل أحزاب عراقية شيعية على الأخذ بمبدأ الأغلبية السياسية في البرلمان الجديد المقبل ومن ثم التحكم بالقرارات المصيرية للعراق بدلا من مبدأ الشراكة والتوافق التي كان معمول بها إبان سقوط نظام صدام حسين وبهذا الخصوص أكد المحلل السياسي الكردي كفاح محمود لوكالات أنباء أن الأمور بشكل عام بين بغداد وأربيل تسير بشكل إيجابي ويسير بعد أن تحولت الملفات العالقة إلى أياد مختصين ومهنيين وحرفيين بعيدا عن السياسة مشيرا إلى أن أمور المعابر هي أمور فنية تتعلق بالجمارك والسلطات الاتحادية والإقليمية محمود أشار إلى أن هناك ملفات مهمة ومتراكمة ما زالت عالقة بين بغداد وأربيل وأن حلها يحتاج إلى المزيد من الوقت ويصعب على الحكومة العراقية الحالية حلها خلال الفترة القصيرة المتبقية من عمرها موضحا أن تلك المشاكل الشائكة بين الجانبين سيتم نقلها إلى ما بعد الانتخابات القادمة وكشف محمود أن من أهم النقاط وأخطرها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان هي مدى الإيمان بالنظام الفدرالي وصلاحياته فالأغلبية من كتلة دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نور المالك لا يؤمنون بمسألة الفدرالية من الأساس وهم يقفون ضدها بل يعملون على تشكيل حكومة ذات أغلبية سياسية في بلد متعدد المكونات والطوائف للوصول إلى مبتغاهما في تعديل الدستور أو إلغاء النظام الفدرالي للعراق وفيما يخص أزمة المعابر كشف السياسي الكردي أن وفدا يزور بغداد لمناقشة أمور المعابر التي كانت مفتوحة سابقا بين العراق وحكومة إقليم كردستان وبين العراق والجانب الإيراني أيضا وذلك لإيجاد حلول لهذه المعابر إما بفتحها بشكل رسمي وقانوني أو بإغلاقها نهائيا